بسم الله الرحمن الرحيم وعلاقته بالحق المجهري أو الأطفال الأنابيب أو زي ما بنقول اللي هو الحق الحمل المعملي طبعا إحنا إن شاء الله النهاردة هنبدأ يعني تقريبا بنبدأ نخلص موضوع الورم اللي في على أساس إن إحنا فضنا فيه كتير جدا واتكلمنا فيه كتير وشفنا بكل عملياته وبكل الإجراءات العلاجية الطبية والغير طبية من علاج إشعاعي واتفقنا إن يوجد برامج طبية كل برامج طبية تخص السيدة وممكن ما تنفعش سيدة أخرى وبالتالي إن إحنا بنقيم الدنيا بناءا على الفحص والموجات الصوتية طبعا وضعا في الاعتبار المشاكل اللي هي بتشتكي منها السيدة إن شاء الله الحلقة النهاردة هنستكمل جزء من تقريبا الجزء الأخير من الأورام اللي فيها مع الحمل المعملي حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من أستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليد بكرة الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصرية ورئيس وحدة جراحات استقصال الأورام اللي فيها يمكن كان الاثنين اللي فات كان عندنا حالة أيضا هي دي سبب الموضوع اللي احنا بنتكلم النهاردة عليه وهي تأخر الحمل وفعلا موجود ورم ليفي والورم اللي في فضلة السيدة يتم التشخيصه بقالها مدة كبيرة وزي ما بتقول يعني قالولها عملنا لك منظار رحمي أو منظار مش قادر أتذكر بالزبط لكن تدخل بالمنظار وقالولها إن احنا تم التعامل مع هذا الورم اللي في لكن لما بدأنا نعمل ألف فحصات لقينا فعلا أن الورم اللي في لازال موجود مش واحد لأ دا أكتر من واحد وتم التعامل معا يوم الاثنين السابق وأنا طبعا بعتزم ملحقتش أن أنا أجيب المسجل العملية لأن المسجل العملية عشان يعرض لازم بناخد موافقة كتابية من الزوجين بعرض هذا المسجل العلمي الحالة اللي كانت يوم الاثنين السابق الحمد لله تعاملت في وحدة الأورام اللي فيه وكان فعلا كل ورم ليفي له زي ما بيقولوا مشاكله والتعامل معاه بنبقى الحمد لله البرامج التعامل مع هذا الورم احنا جاهزين لها في أي ورم ليفي متواجد بأي صورة وفي مكان معين من الرحم ويمكن هذا الورم ليفي كان فعلا هو مش كبير لكن كان تواجده بطريقة يعني مش ظريفة جوه الرحم وكان فعلا ضاغط على الحالب الأيصر وهنا ده كان نحن قدرنا نحن نحصل استقصال كامل لهذا الورم ليفي ومش كده لقينا الرحم مليء بالأورام اللي فيه ابتداء من سنتي أو سنتي ونص وكان ده كان طالما نحن بدأنا أن نحن نتعامل معها جراحيا استقصالنا كل هذه الأورام اللي فيه مرة واحدة زي ما بقول أني قصة استقصال الأورام اللي فيه طب هناخد فاصل وهنواصل فاصل ونواصل بنعتزل عن هذا الفاصل ونبدأ نستكمل إن شاء الله على الحالة قلنا اللي إحنا استقصالنا منها الأورام اللي فيه كانت اللي اتنين اللي فات وكانت فعلا كانت تستدعي هذا الجراحي وده طبعا كان ليه علاقة جدا بتأخر الحمل عندها نبدأ بقى نتكلم على إن يطارة مين السيدة اللي عندها تأخر الحمل ويدخل برامج الحقن مجهاري ونبدأ نتدخل معها جراحيا يمكن الحلقة السابقة أنا قلت بحث علمي كان غريب شوية جدا وكان بعض السادة زملائي كانوا نقشوني فيه جدا ويعني حاولنا نجيبه هذا البحث مكتوب لكن كان الأبستراكت أو الجزء البسيط اللي مكتوب عنه وهي إن ليه إن فيه تواجد الأورام اللي فيه خارج الرحم أو يعني بعيدة عن التجويف الرحمي وبعيدة عن المخرج الأنابيب ليه هي بتبقى ليها علاقة بإن الخصوبة بتبقى موجودة وما يحصلش فقدان الحمل وقلنا ليها تفسيرها اللي هم كانوا فصروها في هذا البحث العلمي في أسبانيا كان فصروها من إن زيادة الضخ الدم للرحم وزيادة مستقبلات الاستروجين داخل الرحم اللي بتحسن أبطان الرحمية لكن يجب إن إحنا نحترم هذا البحث لكن إلى أن نصل إلى قرار دولي إن هذا البحث فعلا موثوق فيه فإحنا منتظرين على جميع المراكز البحثية إنها تكمل هذا البحث نبدأ نتكلم يا طرى السيدة اللي دخل فيه برامج الحقن المجهري وعندها أورام لفين طبعا إحنا للأسف الكوكتيل ده بيبقى موجود ليه؟ لأن دايما السيدة بتبقى عندها أورام لفين إما اكتشفتها أو الدكتور اكتشفها أو لا أمعرفش اكتشفها وفضلت فيه فترة كبيرة من تأخر الحمل إما إن الزواج فترة كبيرة من هذا الزواج أو إن هذه السيدة أصلا فيه تأخر في سن الزواج وبدأت إن قلنا إن فيه تأخر في سن الزواج إنها بتبقى بنبدأ نشوف هذه السيدة في فترة متأخرة من العمر وإيه عندها أورام لفين ودي لازم تدخل في برامج الحقن المجهري لإما إن تأخر الزواج أو إن فترة كبيرة بعد الزواج لم يحدث الحمل أو إن تواجد الورم اللي فيه وبدأ يحصل مخزون المبيض يضعف ودي الكوكتيل اللي إحنا بنشوفه دايما في السيدة في سن بعد الخمسة وأربعين وجاية تاخد القرار طبعا إحنا هنا يفضل إن إحنا ما نعملش الحقن المجهري إلا لما يكون البطانة الرحمية سليمة ما فيهاش أي نوع من أنواع الورم اللي فيه يفضل عمل المنظار الرحمي قبل إجراء على الأقل بشهرين من إجراء البرامج الحقن المجهري إذا كان الورم اللي فيه موجود في العضلات الرحم أو هذا الورم اللي فيه يعني أكبر من خمسة في خمسة أو خمسة أو ستة في ستة ومتواجد فيه الرحم يفضل التعامل معه جراحيا قبل من أني أنا أدخل بهذه السيدة إلى برامج الحقن المجهري دايما أني إحنا لما في الحالة دي ليه؟ لأني أنا لازم أبقول أني أنا أعد العدة قبل ما أدخل الحقن المجهري يعني دايما بنقول دايما أنه هو أني لو إحنا في حرب معينة فبنيجي نقول أني السويتنج في البيس أفضل من اللي هو أني أنا أفقد دم أني أنا أعرق في السلم أفضل من أني أنا أفقد دم من الحرب في وقت الحرب يعني بمعنى صح يعني أنا أعد هذه السيدة قبل ما أدخل الحقن المجهري إذا كان ورمليفي أشيل الورمليفي اللي متواجد كله فيه الرحم وأدي راحة للرحم معينة أنه يبقى كويس عشان يستحمل بعد كده الحمل لآخره بنبدأ نواجه برضو بعض المشاكل ودي المشاكل يعني العالم كله بدأ يتناقش فيها طب سيدة عندها أورام لي فيها متعددة مالية الرحم وإنا عايز أدخلها في برامج الحقن المجهري وبدأت أني أنا أتعامل معها جراحيا وبدأنا أني أنا لازم أوصل إلى التجويف الرحمي عشان أوصل أني أشيل كل الأورام اللي فيها حتى اللي متواجدة عند التجويف الرحمي أو البطان الرحمية هنا بدأنا نحط سؤال القصة مش في قصة الجراحة القراحة هنستطيع أني إحنا نتعامل مع كل الأورام اللي فيها في جلسة واحدة القصة الثانية إمتى أبدأ الحقن المجهري بعد استقصال الأورام اللي فيها القصة الثالثة وهي أني أنا النهاردة العرف في بعض المراكز الطبية أنها بتيجي تبدأ تعمل الحقن المجهري البرنامج تبدأ تاخد البويضات تبدأ تعمل أجنة تبدأ تفصل الأجنة أنها تبدأ تحط إما اتنين أجنة أو تلاتة في بعض المراكز ويبدأ يقول أني أنا علشان أزود نسبة الحمل هنا هو الرحم بقى مشكلتنا يارين الرحم اللي تمت مهاجمته بالأورام اللي فيها الكثيرة هل ده يستحمل تلات أجنة؟ لا والعالم عشان كده بدأ يحط بروتوكول يقول لا ابدأ أن الأجنة اللي تاخدها خزنها وابدأ أن أنت ترجع جنين واحد فقط في السيدة اللي تم التعامل معها باستخراج كمية كبيرة من الأورام اللي فيها حفاظا على الحمل وحفاظا على السيدة وطالما أن أنا مخزن أجنة أقدر أني أنا أرجع الأجنة دي بزي ما أنا عايز بعد كده ناخد اتصال ونستكمل إيه المشكلة في السيدة اللي عندها ورملت فيها وداخلها الحقن المجالي معنا مدام إيمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إذن يا حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا يا فاندوم اتفضل يا فاندوم أنا عندي تسعة وثلاثين سنة ومتجوز دي لسنة وشهرين ده أول زواج لسيادتك؟ أيوة اتفضل يا فاندوم آه كل ما عمل تحليق FSH مرة يطلع حداشر ونص ومرة وآخر مرة طلع عشرة ونص اتفضل اللي H طلع سبعة وتبانية من عشرة والAMH أيوة الAMH طلع آآ سبعة وتسعة وربعين من مية آخر مرة سبعة؟ آآ ايوة سبعة وتسعة وربعين من مية اتفضل فجي الدكتور آآ عملي شعب السابعة جلد انت عندك ورم ليفي ثلاثة أحجمه ثلاثة سمتي ده مش هيفرج معايا في أي حاجة للحمل ده يعني هو آآ 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 هذا الطبيب شخص الورم الليفي بالأشعة لبالسبغة ولا بالصمار يا فاندو لا بالأشعة بالسبغة خلانا عملت أشعة بالسبغة وجلده مش هيأثر معايا في الحملة ده حجمه ثلاثة سنتي بس المهم ان انت عندك مغزون المبيض ضعيف خالص فهو عطاني برشام آآ اسمه آآ لمواخذة يعني اسمه داهية لمواخذة انه هو اسمه داهية يا فاندو اسمه داهية ايوه هو كده جللي يمشي عليه لمدة 3 شهور بس هل هو ده منشط ولا مجوي سؤالا أقلؤون فعلاً ولا هو منشط هرد علي سياتك حاضر أييه تانية فاندو وماش عارفةるها هي الاف اس اتش ده هو علو ده ممكن برضه يؤثر في جلة الحمس حاضر هرد عل سياتك حاضر أييه تانية فاندو منشطات آآ عطاني منشطات ست حجن وكده تالت يوم الضورة آآ جالي مخزون المبيض مش ناشط خالص بعد انت واخدى ست حجن كده وشاريت آآ وشاريت جاب ليها دفستون المفروض انه هو لا 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 مش مش آآ دفستون ده قابل الدورة اللي قابلها ولا اثناء النزول الدورة يا فن. عطاني بعد بعد تاني يوم الضورة او تاني يوم الضورة. داك في ميرا او كولوميد يا فن. ايوه هو كولوميد ايوه البذارك ايوه كولوميد. اتفضلي 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 هارد على سياتك هجاوبك على بعض الاسئلة اللي انت قلتها اولا طبعا حضرتك الورم اللي في اه لو تم تشخيصه بالاشعة البستبغى معناها ان هذا الورم بدأ يضغط على بطنط الرحم يبال لازم يستقصر لكن هذا الورم اللي في في هذا الحجم اللازم الطبيب يكون ادر يشخصه عن طريق الموجات الصوتية وليست السبغى. اذا تم تشخيصه به لشعب السبغى يبقى هنا هو يجب التعامل معها والاستقصال. المشكلة اللي عند سياتك وهو اعلاقة ال FSH والAMH. مش ملهمش الاسف واحد فيهم غلط. يعني ماينفعش الAMH 8 او 7 زي ما انت بتقولي والFSH 11 او 12 في هذا العمر لتسعة وتلاتين سنة. لان الAMH يا فندم هو بيعد البويضات في مرحلة معينة من هذه التبويض اللي هي موجودة اللي هتخرج. اما ال FSH هو بيعد البويضات اللي خارجه اللي مخ بيبدأ يتعرف عشان يخرجه من المبيض. وبالتالي المخ اذا تم ارتفاع ال FSH يعني بيبحث كثيرا في جودة او خروج بويضات. فبيعلي ال FSH زي ما انت شايفة بدأ يعلي فوق العشرة. عشان كده طبعا هو ده المتوقع في هذا السن في تسعة وتلاتين سنة ان ال FSH يكون عالي. والمفروض انك لو قدت الAMH في معمل محترم هيبقى الرقم قليل. ويجب على الطبيب ان يتعامل مع سياتك في حيز ان المخزون ضعيف. وما يكونش يعني بارح جدا او يدي فرصة كبيرة في الحمل الفراش ويديك فرصة زي ما بنقول عليها محدودة المدة. وبعد كده يدخل في حق مجهاري نتيجة ان المخزون المبيض بينهار وكل مرة بينهار اكتر من الاول. اما قصة ان سياتك بتسألي السؤال اللي احنا يعني تقريبا بانا حوالي عشر سنين بنناقش فيه. علاقة الداهية في تحسين الجودة البوايدات. وبامانة احنا يعني اكامل بس الداهية مع البوايدات. الداهية هو هرمون بيطلع وهو المفروض في بعض المراجع يقولك ده هرمون السعادة هرمون التبويد هرمون الحياة الجنسية هرمون يخرج السائل المنوي والبوايدة يعني بدأ يتناقشوا حياة عليه كتير جدا الداهية ده. ولكن ان الداهية من حوالي تقريبا تمان سنين او عشر سنين جم اتنين علماء طلعوا ان هو استخدامه في بعض السيدات فوق سن الاربعين اللي عندهم مغزون المبيض ضعيف وتم التعامل معهم بالحقن مجهري وكان الجودة البوايدات سيئة او خروج البوايدات سيئة لما بدأ يتعامل معهم بالداهية لمدة تلات تشهر لست تشهر وعاد تاني الموجات الاسف الحقن مجهري لقى ان ان خروج البوايدات جودة معقولة وبدأت نسبة الحملة عالية. للأسف برضو التفاسير كتيرة حوالين علاقة الدهية بخروج البوايدة جودة عالية ما عندناش حاجة شافية تماما ان انا نقدر نقولها على الهوت. اتفضل معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. زي يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم اهلا وسهلا. ما قولك يا دكتور معنا المدام والله لها اجي اربع مرات كده يعني بيحصل لها اجهاد يعني. يعني بنقول اجهاد متكرر. اه. الاجهاد المتكرر. اتفضل. مرتين هي تنزل عيل يعني بتاع ست شهور وواحد واحد يعني داخل في السابع ونزل الميت. ونزل يعني حي يعني مش عارف ايه المشكلة بس. اه حضرتك من محافظة ايه فندم. اهلا وسهلا بيك محافظة انا الناس حبيبنا كلهم. حضرتك لما بتقول اني انا المدام بيحدث لها ولادة في الشهر السادس او السابع. تمام. وهذه الولادة بتبقى دايما الطفل يكون عايش. ده. تمام. الطفل بيموت اثناء الولادة او ينزل ويموت بعد كده. ولا بيموت لها البطل. مرة حصل لها دكتور نزيف يعني. نزيف يعني. يعني مرة نزيف يا فندم. معليش لاني الحالة المدام بتاع السيادتك. اه تشخصها يعني بنقول عليه سبعين او تمانين في المية من القصة اللي انت هتقولها لي. يعني قصة اللي انت هتقولها لي. اي طبيب امراض نيسا لما بيسمعها بيقدر يدخل فيه السبب الواضح بتاع هذا الفقدان. فمهم جدا. المعاد بتاع الحملي بينتهي ازاي. الطفل عايش جوه الرحم ولا لأ بيسبقوا ان يحصل صقب في جيب المية او نزول دم. ثم بعد كده الطفل بينزل عايش ولا بينزل ميت فورا ولا بينزل عايش ويدخل في حضانة وبيموت. يعني قصة يجب على حضرتك توضحها لي عشان اقدر اعرف انا فين. تفضل. يا دكتور هو مرة دكتور نزلت عايش يعني حصل اجهاد في الشهر الخامس بالضبط. يعني حمل الثاني بعد خمس شهور. وحصل اجهاد مرضو الكيس فضي. يبقى مرضو في الشهر السادس يعني. ايوة فندم يعني بعد منتصف الحمل ومنتصف الحمل هو خمس شهور. يبدأ بعد منتصف. تاخد حجن تحت الجلد. مالهاش علاقة يا فندم. مالهاش علاقة يا فندم خالص الحقان تحت الجلد. احنا بنتكلم لوقتي على جنين. هذا الجنين حصل سقب في جيب المية وبدأ يحدث الولادة. لكن يبيني ان العيل يكون عايش. ولا كان ميت جوا البطن. لا عايش يا دكتور. طب وقلت للطبيب هذا الكلام انه هو الطفل عايش جوا بطن. لا دكتور بس جل دي ولادة مبكر يعني جاء طلق مبكر. جاء واجع وقلم. هلو قوي بنسميها ولادة يعني بالفرنساوي اللي هو يعني اللي بيقولوا عليها ولادة زغيرة. يعني طلق بسيط. ينزل. حب الدم ينزل عليها. وبعد كده المية تزيد. وبعد كده تولد طبيعي جدا جدا ولا اي حاجة. يعني دي اسمها. المشكلة ان المرة داخلة في المرة الرابعة دي يعني. يا فندم تماما دلوقتي هي حامل ولا غير حامل يا فندم. يا دكتور يعني هو لسه يعني فيها حامل بس لسه الشهر التاني. تمام يا فندم. هتركز. بس الدكتور بيديها علاج يعني علاج الغدة الدراقية دي. اخذ لبالك وبيديها حاجات يعني مسبتات جال في الشهر التاني ان شاء الله. طب انت في انا بص يسمع بس حضرتك هتروح لدكتور يكون شاطر موجات صوتية سلاسي الابعاد. مهم جدا انه هو يطمئن لي على الرحم. وهل يوجد ايه بخلقي في الرحم ولا لأ. وما هو وظائف عنق الرحم. ده واحد. ده مهم جدا. عملت لها اشعة دكتور والله. يا فندم ايوة يعني يجب اني انا معظم الحالات دي بيبقى فيها المشكلة تنتمي لعنق الرحم. تمام. ودايما. هو العيل بيبقى عايش فيها كويسة يا دكتور يجي في الشهور الاخيري وفجأة يفتح الرحم واحده. حلوة اوي. يبقى انت كده اي طبيب نسا ولادة متخصص هيفهم ان القصة هي مشكلة في عنق الرحم. يجب التعامل معاه بحضر. حتى عمنا اشعة طول جوز عنا يا قررحم يا دكتور جل كل حياة كويسة بس المشكلة بيجي في الحمل بكبار فجأة الرحم بيفتح واحده. طب خليك معايا لو انا جبت الوقتي واحد سعيدي طويل جدا جدا وجرم جدا جدا لكن صحته سيئة. وقلت له ايه شيل الطوب ده واطلع بيه الدور الخامس ايولك وانا قادر اشيله الدور واحد بمعنى اصح انه عنق الرحم يا فندم هو اللي دور كبير جدا بعد منتصف الحمل ان يحمي الجنين ويبدأ ده هو الحماية بتاعته ان ما يحصلش ميكروبات تتكل لهذا الجنين من البول او من المهبل. وبالتالي يجب علينا ان انا في نهاية التاني بعد ان هو يطمئن ان الحمل سليم وكويس يبدأ يعمل ربط اونق الرحم وهذا الربط يكون ربط بحقه حقيقي مش الربط السوئي اللي بيتم لان دي مشكلة احنا بنواجهها اللي هي الربط السوئي اللي هو يجي بخط كده اي حتة في عنق الرحم ما ينفعش اللي بقوله دايما للطلبة عندي واللدكاترة اللي بعلمهم لو سيادتك عندك دلوقتي ااا قاعد في زي عندكم في البلد عندكم قاعد في حوش بيتك في حوش كبير في بوابة خارجية وفي بوابة بيتك نفسه اللي انت ساكن فيه اكتر حاجة انت بتحميها اكتر ايه بوابة بيتك بوابة الحش دي ملهاش يعني ممكن اي حد داخل خارج فيها لكن بوابة بيتك اللي جوه هي اللي يجب ان تكون محمية جدا وبالتالي هو ده انه عنق الرحم عندي بوابة خارجية وبوابة داخلية الفرق بينهم تقريبا بيبقى حوالي بوصة او اتنين ونص سنتي البوابة الداخلية والبوابة الخارجية دولت هم حماية لهذا الجنين لكن البوابة الداخلية هي الحماية الاساسية وبالتالي اذا تم عملية الربط لهذا عنق الرحم لو تمت عند البوابة الخارجية لا قيمة لها ولا لها معنى في اي مسافة طالما ان تم الربط تحت البوابة الداخلية ملهاش قيمة خالص يبقى زي ما اتعاملت زي ما لهاش معنا وهي دي المشكلة اللي احنا بنقابلها ان واحدة زي مرات سيادتك بتقول لي انا ربطت مرتين وفقدت الحم اقول لها هو العيب في الربط ولا الرعيب في الرحم عنديك لا طبعا في الربط لان الدكتور اللي بيربط مش فاهم القصة واحنا في امتحان الماجستير او الدكتوراه بنسألهم سؤال واحد ايه المكان اللي تحط فيه شريط الربط ازاي تحدده يعني الله يرحمه كان احد استاذنا وهو عندكم في المينيا الله يرحمه ويتوفى عندكم في المينيا كان بيسأل عندنا في الماجستير والدكتوراه واحنا قاعد معاه في اللجنة يقول له قل يا ابني على الاقل خمسة او ست حاجات تقدر تتعرف فيهم على بوابة داخلية للرحم عشان تحط الشريط هو ده هو ده طب لكن اي مكان غير كده وبالتالي بيكون ملوش معنا ويمكن لسه اول مبارح يوم الجمعة اللي فاتت احنا عندنا كان حالة في مدينة مرسى مطروح اول حمل فقدت الحمل في الشهر السادس تاني مرة فقدت الشهر ايضا وربطت تاني مرة فقدت الحمل في الشهر السادس وربطت يوم الجمعة هي حامل المرة الثالثة وانا عملت لها الربط كان اني انا عشان اقدر احط الشريط بتاع الربط كان لازم ان انا اسلك المسانة لغاية ما اوصل لبطنها من جوه عن طريق من تحت واسلك من ايضا المهبل من خلفي واوصل ليه البريتون من تحت لاني عندها عنق الراحم قصير وحطيت اللي هو الشريط اللي احنا بنقول الشيروتكار وكان عالي جدا وكان كل الدكاترة واقفين بوريهم ازاي يتحط او المكان اللي يتحط هذا الشريط فيه علشان يمنع ان يحصل فقدان الحمل انصح لسيادتك طبعا وهي حامل دلوقتي الموجات الفوق الصوتية هي الوحيدة اللي ممكن تديني فرصة في التشخيص لكن للأسف برضو الموجات الفوق الصوتية تشخيصها للعونق الرحم اللي عنده مشكلة او فيه عدم كفاءة للأسف بتبقى مضللة جدا جدا حتى لو داني البعد الداخلي والبعد الخارجي وطول عونق الرحم لكن عونق الرحم بيتم نوع من انواع الاستفزاز لي اثناء الحمل بعد الشهر الخامس انصح لسيادتك اتواجه لطبيب نفا وعمل ربط عونق الرحم في نهاية الشهر التالي ايوه معنا مين يا فان اللي وسلم عليكم اهلا وسهلا استهلا سيد تفضلي فان ازاك يا فان الحمد لله تفضلي فان والله كنت اعاوز اكلم حضرتك بس بعيدا عن الاورام اللي فيه انا استاذ امراض نسا في اي موضوع يخص النسا من اول ما هي طفلة الى ان تكون عندها تسعين سنة فانا مع سيادتك اتفضل يا فان تمام يا فان دملينا الشهرف طبعا تفضل بقول لي حضرتك انا متجوز بقالي اربع سنين بالضبط فتبعت انا والمدام يعني مع دكتور امراض ايوه سبا اه تبعت انا والمدام يعني مع دكتور فما فيش اي مشاكل يعني لا من عندي ولا من عندها طبعا ده ماشينا على منشطات كلوميد وماشينا انا كمان على منشط الكارنابيتا فورت واسامة ادوية كده سيادتك ايه الفكرة ان انت بتاخد علاج يعني تحليل السائل منوية عن سيادتك ايه المشكلة فيه التحليل بالنسبة لي يعني عملته الدكتور شاف وقال لي ما شاء الله يعني حيانات المنوية حوالي اربعة وستين مليون طب بيديك علاج ليه بيقول لي ده بس عبارة عن منشط بقول انت سليم وهي سليمة بس لا يا فان احنا في الطب عندنا مش قصة اني انا قدي حاجة واني انا مش محتاجة ايه يا فابن الدكتور اتفضل ايفاند بالنسبة لمدام سنها كم سنة المدام 23 وتحليلاتها قال فيها اي مشكلة في التحليل هي من اول حاجة قال له ها ده هو كان في كيس مية على الرحم وشاله بعد كده قال تعمل شعب السابق الدكتور يعني شاله يا فاند يعني شاله يعني عملية وشاله طب لا انت حاضرتك ليه بت يعني في حاجات معينة مهمة بالنسبة لي اوي بتخلص يعني هي عملت عمليات صابقة قبل كده لا لا هي ما عملتش حاجة عبارة عن بس وصف لها مش فاكر اسم دوا بالزبط يفندم انت بتقول فتح عمل عملية وشاله لا لا ليفندم أنا مع السيادتك. يعني هي ما عملتش عمليات خالف. لا لا يا فندم. وحصل كيس وظيفي أثناء العلاج والكيس الوظيفي اداله علاج واختفى. اه اداله علاج واختفى. بعد كده قال لي هنفضل شوية وبعد كده نعمل إشاعب السبغة بعد مرور سنة من الزواج. ما هو أنت بقى لك قديم يتجوز يا أستاذ سيد. لا أنا حاليا أربع سنين بقى. كلام ده من ساعة ما كنا بقى لنا سنة متجوزين. عملتوا الأشاعب السبغة؟ لأن الأشاعب السبغة قال لي تمام والأنابيب بتاعتها كويسة جدا وما فيش أي مشاكل. طب هو عايز إيه الطبيب دلوقتي إيه اللي يعني تقريبا تشخيصه إيه؟ هو كان عاوز يتأكد أني مثلا الأنابيب مزدودة أو مفتوحة بعد الأشاعب السبغة قال لي لا ما فيش أي مشاكل عندها خالص. عملتنا تحديل سائل منوي قال لي برضو ما فيش أي مشاكل عندها خالص. بس هتاخد منشط بحيث أنه يعني ينشط العملية يعني ينشط الهرمان. يعني بنقول عليه يزود فرص إنتاج البويضة والحمد. ممكن أه. طب لما تدلع منشط كان الاستجابة كويسة؟ والله برضو يعني نشايف أن ما فيش برضو يعني تابعنا برضو مع تاني قال لي لا ما فيش أي مشاكل لدرجة إن قال لي شوف أنت لعندك حاجة ولا هي عندها حاجة. لا أصبر بس علي أصبر دي ده ده عامات حمدي اللي قالها في الفيلم واللمبي في الفيلم أنت كويس. لازم الطبيب يجد نفسه في التشخيص إلى أن يصل إلى بند تأخر الحمل بدون إبداء أسباب. وهذا الكلام ده ما يتمش إلا ما يبدأ إنه هو يتعامل بيه المنظر البطن عشان ياخد القرار. هو عمل منظر بطن بعد هذا الأربع سنين؟ لا أعملش منظر بطن الزرح. ما هو إزاي يعرف إن هي ما فيهش حاجة فاند؟ يجون أنا على التحليل والأشعار اللي هو عمل. يا فاندل ما هو ده من بره بره لكن من جوه جوه حاجة أخرى يا فاندل. يعني إحنا دايما بنبدأ ما ناخدش قرار بإن أنا أعمل عمليات منظر أو حاجة إيه لا ما ديها فرصة كاملة. وإن أنا ألاقي مفيش مشكلة عند الزوج ومفيش مشكلة عند الزوجة عشان أخد القرار إن أنا أقول إن هذا التأخر الحمل هو تأخر حمل بدون إبداء أسباب يفضل ويجب على الطبيب إنه يجري منظر بطن علشان يشوف الأسباب اللي ما يمكنش تشخصها بالموجات الصوتية أو بالتحليل يمكن تشخصها بالمنظر البطن. نعم فاندل. فضل فاند. طبعا إحنا قصة دايما بنلاقي كتير قوي من الزوجين اللي يقول إن إحنا كل حاجة كويسة عندي كل حاجة كويسة عند الزوجة ولكن مفيش سبب معين في تأخر الحمل. ونفاجأ إن فعلا في بعض الفحوصات لم يتم إجراءها وبالتالي بننصح إن استكمال كل الفحوصات عشان ناخد القرار إن هذا وتأخر الحمل بدون إبداء أسباب وغلبا بنلاقي أسباب وإحنا بنعمل بقية الفحوصات. معنا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فاند. معاكم معاكم سأل حضرتك سؤالين. أنا بغض. ثانية واحدة. أو بس فيه وشة شوية جامدة. أنا سامعك بس فيه وشة جامدة. تفضلي. معايا حضرتك. أنا معاك يا فاند. آآ بقول لحضرتك أنا بغض وسيلة مركبة لأولا. سيادتك. طب هتخلي الواد يلعب في البرة في البلكونة أو حاجة الغد بس عشان أسمعك. آآ. آآ. أيوة أنا سامعك بس فيه حد جنبك الولد بيلعب شوية. آآ. لا التلفون ستعاني يا فاند. لا الولد اللي جنبك ولا الولد عندنا هنا في الاستوديو وأنا مش عارف. آآ. آآ بقول لحضرتك يا فاند. أنا مركبة شريط آآ. آآ. سيادتك. إيه؟ سن حضرتك كم سنة؟ عندي آآ 48 ومعاك كم طفل أو مخليفة كم مرة يا فاند؟ آآ معايا 2 ومسقطة قبل كده؟ آآ. آآ 2 برضو مرة 2 وآخر ولادة أو سقطة كان أمتى؟ آآ. آخر ولادة كان 8 سنين. ما حصلتش سقطة بعدية ولا حاجة؟ لا آآ آآ اننا كانت بغض وسيلة بالشام، المشكلة عندنا لو خدت بالشام بيحتم معي حامله معني بغض mexe. معاده بطبط التلفون يعني سيادتك بيحصل معاك حملي يعني انت الايال معاك الاتنين كنت تاخدي فيهم برشام والسقطين كانت تاخدي فيهم برشام بصوت وقت خالص عند حضرتك طب اعمل ايه طيب يعني سيادتك موصوت سمعاني كده حضرتك سيادتك اخدت برشام في السقط ولا اخدت برشام في الحمل الولدين اللي معاك لأ البرشام بتعمل الحمل الطبيعي اللي بياخده يعني ايه طبيعي دي ما عندناش يعني ايه كلمة طبيعي ما كله طبيعي اقول لحضرتك دلوقت انا مثلا بعد الولايات الاولانية اه خدت برشام منع الحمل طبيعي عادي بيحصل معايا حمل يعني ايه طبيعي عادي انا مش فاهم كلمة دي فين يعني ايه برشام طبيعي عادي اللي هو يعني ايه برشام منع الحمل يا فاهم يا ستي البرشام منع الحمل له انواع مختلفة هل ده برشام بتاع الرضاعة ولا برشام اللي هو واحد وعشان حبايا لا أخدت له 21 حباية ده تمام معايا بس حصل معايا نزيف لا هو صعب شوية نزيف مع البرشام دوت إلا إذا النسياتك كنت مش منتظمة في أخدانه لا أنا كنت مضبطة للترفون حضرتك طب اتفضل يا فن آخر مرة خدتيه إمتى فن جبل المركب الشريط هو أنا كنت معاك في تركيب الشريط يعني طب آخر إمتى بقول لحضرتك من سنة من سنة وبعد كده ركبت الشريط بقالك سنة إيه المشكلة بلقتي مع الشريط دلوقت بيحصل دم كتير يعني مع نزول الدورة آه بينزل معايا يعني هو لا أو بينزل قبل معادة الدورة يعني مثلا الدورة مثلا لو كل يوم عشرة بتنزل قبلها ممكن ينزل دم تاني يا فندم ده اسمه استحاضة يعني في استحاضة دم بسيط ينزل قبل نزول الدورة ثم تنزل الدورة الدورة اللي ما بتنزل بقى بحقه حقيقي بتقعد عليك يا قد إيه بتقعد خمس ستة أيام وبتغيري كم مرة في اليوم والغيار ده غرقان ولا بتسويك حاجة بسيط لا مليان طب يعني طبعا احنا بالنسبة لنا ان اللولب المفروض ان هو وسيلة تنظيم أسرة المفروض تكون آمنة للسيدة في منع الحمل وآمنة في صحتها ان ما يقصرش بنزيف او ان يبدأ يقصر على نسبة الهيموجلوبين وبالتالي ان سيارتك لو كانت هذه الدورة بهذا المنظر اولا الفحص الطبي للدكتور عشان يقدر يعرف ان الطب اللولب ما تحركش من مكانه اتنين يبدأ يتعامل بعلاج معين اثناء نزول الدورة اذا لم تستجيبي لازم يرفع اللولب ويستخدم وسيلة اخرى لتنظيم القصة معانا مين يا فان اتفاضل يا فان ايمان اتفاضل يا ايمان ايو ما حضرتك يا دكتور انا عايزة تذكر حضرتك جدا بصراحة يعني ربنا اوصك انا كان مفروض ان انا استشرت حضرتك قبل كده ان الدكتور كان عايزة شلي القنابيب وكان عندي تأخر يعني حمله وقالي القنابيب دي لاجم تتشاهلوا الكلام ده وحضرتك ساعتها قلتلي قلليل ربنا يتأهلوا وما تعمليش كده وكده الحمد لله بعدها بثلاث شهور حملت الواحد الحمد لله طب يا بنتي ربنا سعيدك الحمد لله يعني كنت فقدة الامر بس حضرتك يعني بشرتني ربنا سعيدك يا بنتي دايما طالما وثقة ان ربنا هيرزقك بطفل هيرزقك بطفل الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله الحمد لله الف مبروك يا ايمان الف مبروك مبروك يا بنتي الله يخليك تفضل يا حبيب لسه يوم الجمعة اللي فاتت كان عندنا حالة قيصرية في مدينة مرسى مطروح لما بعد قعد أفكر كده البنتي دي مرت بمرحلة غريبة جدا نفس موضوع ايمان بدأت من ست سنين تقريبا بحمل خارج الرحم والطبيب تعامل معها بفتح البطن وسط صال الأنبوبة اللي انفجرت خلاص هو هذا وضع حصل وبدأيه بدأت ان هذه البنت تتعامل مع الأطباء وشخصوا لها ان قصة الأنبوبة التانية مريضة ويجب عليهم ان هم يشلوها هذه السيدة زوجها عن طريق واحد صديق لينا من مدينة مرسى مطروح منطقة اسمها عجيبة بعته لي فقلت له نفس الكلام طب نعمل منظار ونشوف اذا كان الأنبوبة يجب انها تتشال هاشلها اذا لئينا الأنبوبة سليبة لا ده انا هاقدر افك الالتصاقات بالكامل وطالما انها سليمة اعتمد عليها ان يحدث الحمل السيدة دي بعد ما عملنا منظار ليها ما كملتش شهرين بالضبط من غير ملحة اديها اي ادوية حدث لها حمل والحمل داخل الرحم ويوم الجمعة اللي فات اول مبارح حصل انها ولدت معنا وجابت ولد اما باجا ارجع نفسي كده اقول لا هو الطب اللي احنا اتعلمناه وبنعلمه للدكاترة يجب ان يكون محترم ويجب ان يكون يناسب الحياة مع العينين ما ينفعش يعني احنا النهاردة ما اجا اقول يلا شيل الانبوبة شيل ايه مش لما تعرف ان الانبوبة دي بحتاجة تتشال ولا لا هل الانبوبة مريضة هل الانبوبة فيها رشع هل الانبوبة فيها صديد هل الانبوبة وجودها لها ضرر على السيدة ان الحمل مش هيكتمل او مش يحصل الحمل القصة يجب ان تكون الطبيب ناضج اشيل سهل ما قلتش نصعب ويتشال بالمنظار وليقدر نعملها بميط طريقة وكل الطرق اللي احنا بنعلمها الاطباء موثوق فيها جدا وبيجيب نتائج رائح بس يجب الاول قبل ما ااخد القرار باني انا الصقص الانبوبة ابدأ اقول يا طرى اني هي هذه السيدة يجب انا الصقص الانبوبة ولا لا ده يعني احنا بنقول نضوج الطبيب نضوج الجراح يكون ناضج ازاي ياخد القرار يجي يقول جراحي لا ورا مني في يلا شيل راحب ليه ما انت عندك القدرة يا دكتور تقدر تشيله ورا مني فيه وتحافظ على الرحم اذا كان وجود الرحم لا يمثل اي مشكلة على هذه السيدة يعني اللي انا عايز اقوله ما ينفعش ان الدكتور يكون سريح جدا في قراره ان يلا شيل الرحم شيل الانبوبة شيل ليه النهاردة ان احنا بنقول انت بتعمل بتر لعضو من الاعضاء هذه السيدة يجب انك تفكر مرة واثنين وتلاتة ان هذا البتر لا مفر منه وان هذا البتر يفيد ما يضرش وبالتالي يجب النضوج الفكري والنضوج الجراحي لهذا الطبيب يا ما حالات كتيرة جدا انا كبقى امثل ان كطبيب تخصصي جراحة المناظير بيجو لي من مراكز كتيرة جدا حقني مجهري يبعتولي يقولولي دي شيل الانبوبة يجب اني انا احط بس بصمتي انا مستنايعي ادخل اشيل الانبوبة ما ينفعش يجب اني انا اقول اه اني شيل الانبوبة والطريقة اللي انا اشيل الانبوبة تفيد المريضة واذا كان ان الانبوبة سليمة ليه اشيلها بالعكس والحمد لله كل مراكز اصفال الانبيب بتصق فيه قراري اني انا دي انا هفوق الاطلاقات واني انا مش هشيل الانبوبة ويمكن زي ما قلتلكوا ان احد مراكز اصفال الانبيب لقيته بيكلمني في التليفون بيقول ايه اللي انت عملته ده انا العيانة احضرها البرامج حقني مجاري ابعتها عشان تشيل الانبوبة تسالك الانبوبة وتحبل طبيعي وما عملهاش حقني مجاري وطوله احمد ربنا يعني ان انت فتها ما انضرتش المريض معانا مين يا فن مدام مونة اتفضلي يا مدام مونة مدام مونة معانا ولا فين ايوة دكتور اتفضلي يا بنت اتفضلي لو سمحت يا دكتور عايز اصعر حضرتك كم سؤال بعد اذن حضرتك انا معاك ياه كم سؤال دكتور لو سمحت انا كنت عايز اصعر حضرتك هي التعاليات الحوض ممكن تبينها الاشعب السلها وممكن تأخر الحمل لا بالراحة عليا انت بتتكلم على التهابات الحوض ايوة يا انت عافى يعني كملت التهابات الحوض متعارفة بس انا سمعت الدكتور عنده حضرتك في البرنامج في القناة يعني التهابات الكتيرة اللي تبقى نازلة دي على طول دي بقى التهابات حوض لا 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 احنا عندنا يا فندم الاعضاء التناسلية هي مهبن وعنق الرحم والرحم والانبيب وخلف الانبيب مع المبايد والبريتون الالتهابات اما موجودة في المهبل الجزء السفلي من المهبل دي نوع من التهابات التهابات في الجزء العلوي نوع من التهابات التهابات جزء العلوي وعنق الرحم ده نوع التهابات في عنق الرحم ومزمنة وبدأت تخزو الرحم بقت نوع التهابات تخزو العنق الرحم والرحم والانبيب بقت نوع التهابات تخزو الاعضاء التناسلية وتخرج الى بريتون والمبيض ده نوع متأخر وابب يسمى البي اي دي انت عايزة مين فيهم؟ أنا مش عايزة ما كنت عايزة أسأل حضرتك يعني لو فيه إلتحابات في الحوض فالإشاعة بيستبغى بتبينها عسنان أنا عملت إشاعة دكتورياتي ما فيه مو يا فاندي كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال تاني برضي طب أنا هجاوبك على السؤال ده بس إذا إنت عايزة تقولي لي أن الأشعة بيستبغى تقدر تشخص التساقات النتيجة من إلتحابات مزمينة في الحوض قبل كده؟ أه اتفضلي تبينها يعني يا دكتور؟ أه طبعا لو فيه إلتحابات هنقول إن هذه الإلتحابات موجودة وغالبا طالما ما عملتش أي عمليات أو أي فتح بطنة أو أي حاجة أعملت يا دكتور مرتين طيب مرابين انت طبما أنا بقولي يعني انت إيه القصة بقى ما وانت عملت عمليات فتح بطنة طيب خلاص إيش معنى الاتحابات بقى ما وخلاص العمليات أتفضلي أنا يا دكتور بعد ما الدورة بتخلص وبيحصل جماعة بتحصلي على طول الاتحابات على طول في الحمام طول ما نقعدة طول ما ننايمة على طول حاجات نزلة حاضر حاضر إيه تاني يا دكتور اتفضلي رحية قوية جدا وبردو بيحصل لي يا دكتور واجع جامد اتفضلي أنا سمع واجع جامد في بطني من تحت وضهري مش واجع حرقان انت دا كان حرقان جامد قوي يا دكتور حاضر لحد ما ما عادت دورة التانية ما بتيجي ايه العمليات اللي انت عملتيها يا بنتي منصرية يا دكتور كان منصرية مرتين آخر مرة كانت من إمتى من حوالي خمس سنين ومساعتها ما حصلت لحمل يعني انت بتبحسي بتبحسي دلوقتي وبتجري على تأخر حمله ولا حاجة تانية غير الاتحابات تأخر حمله والواجع برضو يا دكتور تأمني جدا حاضر حاضر يا فدن حاضر هجاوبك عشان الحلقة بدأت انتقدم حاضر انا هجاوب لحسن معنا سيد المخرج بيقول لي بالله عليك الوقت حاضر دلوقتي طبعا اي التهبات متكررة عند السيدة فهي بتعاني من مشاكل موضعية ومشاكل لا علاقها بالحياة الزوجية اثناءها او بعدها ويجب عليها انها توجه لطبيب امراض نيسا ولازم يفحصها ويجب ان هو يعرف نوع الميكروب او ان يستعين بمسحة عشان يعرف نوع الميكروب او ان هو بالتشخيص ان هو يعرف هي وصلت لأني مرحلة ويبدأ ياخد البرنامج العلاجي لكن القصة انها بعض الاطباء ما بيفحصوش بيبدأوا برنامج علاجي وهني جدا وضعيف جدا والاسف بعض الحالات بتبقى عندها الالتهبات نوع ميكروب عنيف وبيحتاج العلاج مرة واثنين وثلاثة ايه اللي ان يقضوا عليه طبعا احنا كده حلقتنا قرابت على الانتهاء واحنا طبعا سعيد جدا بلقائكم وانا باعتذر بالحالة الصحية ان انا مش قادر اكون سريع جدا في الكلام لكن ان شاء الرحمن لقائنا دايما كل يوم احد باذن الرحمن الساعة سامنة مساء حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من استاذ الدكتور ايمن حمودة استاذ امراض النساء والتوليد بكل الطب ونائب رئيس جماعية جراحي المناظير المصرية ورئيس وحدة جراحة استقصال اورام اللي فيها مع الحفاظ على الرحمن حلقاتنا في صحة حواء بترفع بانتظام على اليوتيوب طبعا اي مشاهدين اللي عايز الحلقة دي يشوفها يقدر يشوفها على اليوتيوب وكل حلقاتنا السابقة موجودة على اليوتيوب باذن الرحمن ان شاء الله هنستكمل اخر جزء من لو فيه اي حاجة ليه علاقة بالاورام اللي فيها باذن الله في الحلقة السابقة وان شاء الله هنلقاكم يوم الاحد القادم ساعدت بالفترة اللي أنا معاكم على الهوى ونشوفكم يوم الاحد القادم معاكم مستاذ الدكتور ايمان حمودة يوم الاحد القادم الساعة سامنا مساء باذن الرحمن حلقات صحة حواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة